أنا طبعاً مستعجل الفقرة جداً الحقيقة فبقول أنا بحب محمود درويش جداً بس أرجوك وعاوزين نبدأ الفقرة لأنها بالنسبة لنا مهمة جداً هنسمع محمود درويش في البيت فطبعاً ساد سفير حمدي صالح قال لي ده صاحب أبوك قلت له قوي بس عاوزين نبدأ الفقرة خلوني يمكن أرحب جداً بضيوفي أولاً ساعدة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق منورنا فان إزاي الحال؟ كله تمام؟ حديثنا مما لا شك فيه وغير خافي على حضراتكم نابع من بالتأكيد هو ترحيب مصر بقرارات المحكمة ومحكمة العدل الدولية فيما يتعلق باتخاذ التدابير العاجلة لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة أنا هبدأ الأول بسعادة السفير وهسأل إلى أي مدى قرارات المحكمة قابلة للتنفيذ أصل يعني قرارات المحكمة يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه قرار محكمة ولكنه له أثر سياسي بعيد المدى يعني دايما نتكلم عن إمكانية التنفيذ بمعنى أنه محكمة قد تقرر كذا فيمكن تنفيذه قصرا ولكن ده مش في الإطار الدولي من ناحية القانونية البحثة أنك إنت المحكمة أن تقبل الإختصاص بإختصاصها بنظر هذه الدعوة وقبولها بهذا ثم أنها تنظرها في فترة قصيرة وتصدر قرارها هذا ده مكسب كبير جدا للقضية الفلسطينية ولموقف العربي ولموقف العالمي أيضا من ناحية القانونية البحثة أنها تصدر هذه الطلبات أن تكون هناك إجراءات محددة تطلب من إسرائيل أنها تنفذها وتعود إلى المحكمة في خلال الشهر لكي تقدم تقريرا عن ما نفذته لكي تتوقف عن القتل وإيزاء المدنيين وعدم منع المعونات الإنسانية وهذه إجراءات حقيقية يعني تؤثر تأثيرا كبيرا على الموقف في الوقت نفسه هناك طبعا جوانب سلبية بعض الناس قالوا طب ليه ما أعملش قرار وقف إطلاق النار المحكمة ليس في اختصاصها أنها تزر قرار وقف إطلاق النار هذا من اختصاص المجلس الأمن وبالتالي إذا كان هناك مصار للمحكمة للقرار ده أنه سيتقدم به السكتيري العام جوت ريتشت إلى مجلس الأمن وسنرى ماذا يحدث في مجلس الأمن أن هناك مشكلة طبعا في ألفيتو الأمريكي وما إليه ولكن ده الجانب القانوني ونقدر نتكلم فيه مطولا أكثر من هذا وسيادة المستشار ممكن يتكلم معنا لكن الجانب السياسي هو الآتي أنت اللقتي عندك يعني موجة عالية جدا من الرأي العام العالمي الرأي العام الأمريكي الرأي العام الأوروبي بتؤيد الحقوق الفلسطينية بعد ما حدث وما شاهدوه على التلفزيون وبالتالي هناك إحساس عالي جدا بأن هناك ظلم وقع على الشعب الفلسطيني وهذا الظلم ظلم الجسيم عندما تأتي المحكمة التي تمثل أحد فرور الأم المتحدة بغالبية 15 في مواجهة 2 واحد منهم إسرائيلي وواحد منه غندا لتقرر هذا القرار فده بتقدم الأدلة لأن الرأي العام ماشي في الخط الصح وأنه يجب أن يكون هناك تعقيق دولي بخصوص هذه المشكلة مشكلة أو هذه المأساة لأنها إسرائيل قد خلافت قواعد القانون الدولي وخلافت القواعد الإنسانية عموما مش بس قواعد القانون الدولي فيما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبالتالي نحن نتحدث عن نقطة تحول هذه النقطة تحول ليس فقط في مغزاه القانوني لكن في مغزاه السياسي سيتؤثر تأثيرا كبيرا على الرأي العام وعيزة دي لسيادتك نموذك أن ألمانيا كدولة كانت ضد أن المحكمة تنظر هذه القضايا بعد صدور القرار ألمانيا اتخذت مواقفا مختلفا إلى حد كبير ليس تأييدا كاملا للقرار ولكن على الأقل أنها مقتربة من هذه ألمانيا تتعامل دائما مع القضايا المتعلقة بإسرائيل بمنتهى الحساسية نظرا لما حدث فيه وقت الحرب العالمية الثانية وما إلى ذلك طب إنا أنا عايز أرجع لدكتور محمود مهرانو إن كان برضو وجب التنويه أنه حتى القرار للسيدة الأغندية عضو المحكمة لا يعبر عن أغندا على الإطلاق ده موقفها هي ده مش الموقف الأغندي حتى لا تختلط الأمور ده أرجع مرة تانية لدكتور محمود على المسألة هنا بقى القانونية زي ما كنت قلناها سعادة السفير نحن عايزين نرجع عليك فيه مهم جدا ويمكن يساعدنا في تراكم نقاط لو صح التعبير لكن وضعية ده أمام القانون الدولي هل المجلس ملزم بأنه يطبق قرار المحكمة ولا أنه قرار المحكمة لا يحمل صفة الإلزام لا طبعا بالتأكيد وفقا للقانون الدولي يعني النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ومساكة الأمم المتحدة بينص على إلزامية الأحكام والقرارات التي تصدروا بمحكمة العدل الدولية وبيؤكد على عدم جوز استئنافها فوفقا للمادة 490 بتؤكد على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تنفذ الأحكام بحسنية لأن طبعا القانون الدولي كله بيقوم على الاحترام للعلاقات الدولية أن يجب أن تقوم الدول بتنفيذ يعني العلاقات والقانون الدولي بحسنية فإذن النهاردة إسرائيل ملزمة بتنفيذ هذا الكرار المساكة الأمم المتحدة نص على حالة عدم التزام الدول بتنفيذ هذه الكرارات فعلى الطرف المتضرر اللجوء لمجلس الأمن لكن طبعا حركة عارف مجلس الأمن هنجي نصطدم بالدعم الأمريكي والفيتو حركة عارف أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أعطى إسرائيل شيك على بياض وإسرائيل دايما بتتعامل أنها فوق القانون وأنه ما فيش هيتحاسب يمكن عشان كده فرحنا جدا وكان هذا القرار انتصارا للإنسانية وانتصارا للدماء للشعب الفلسطيني وكان انتصار للقانون الدولي لأن الناس طبعا في الشارع فينا القانون الدولي ويمكن اللي بيحصل ده الامتحكات دي كلها كتتخلي الناس تفقد الثقة في النظام الدولي العالمي لأن النهاردة احنا المفروض عندنا قانون دولي ما بيتنفسي بنشوف إزدوجيا في المعايير بيتنفس في حالات معينة زي ما شوفنا في الحرب الروسية الأوكرانية شاهدنا المحكمة الجنائية الدولية على الفور سرعت وأصدرت قرار بتوقيف الرئيس الروسي في لادامير بوتن على غرار ما يحدث في فلسطين والجرائم البشعة والجرائم التي تركب ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جامعية وحتى الآن يوجد تحقيق ولكن لم يصدر أي قرار تمهيدي من محكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم أو المسؤولين السياسيين أو العسكريين المتهمين بجرائم في إسرائيل حتى الآن لم نشاهد مثل هذه الكرارات فطبعا الأمر هنا بيأكد بيفيز دوجيا في المعايير بشكل واضح جدا فقرار محكمة العدل الدولية يعني بعث الروح فينا من جديد أن ما زالت هناك جهات في القانون الدولي أجهزة ما زالت تمارس عملها مجلس الأمن للأسف يعني تخلى عن دوره الأخلاقي والإنساني مجلس الأمن في كثير من الأحيان لم يمرر أي قرار لصالح فلسطين أو قرار يعني يؤكد على انتهاك إسرائيل النهاردة الوضع مختلف شوية المفترض أن مجلس الأمن يعني حكم المحكمة النهاردة القرار ده ملزم المفروض مجلس الأمن لو إسرائيل ما نفذتوش يلزمها بذلك ويؤكد أن هي انتهكت القانون الدولي ولكن طبعا حتى لو أمريكا لم يعني تستخدم حقها في الفيتو ومررت مثل هذا القرار هنيجي برضو نصطدم هيتنفذ إزاي مساكلة الأمن المتحدة بي نص أيضا في الفصل السابع على أن مجلس الأمن له حق اتخاذ بعض التدابير استخدام القوى العسكرية فيما إلى ذلك ولكن نحن نعلم جيدا أن هناك أمريكا تتعامل بشكل واضح بتدعم إسرائيل هيكون فيه صعوبة في هذا الأمر شاهدنا مبارح تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيل نتنياهو أكد أعلن لجميع عضاء الحكومة أن هم ما يعلقوش على قرار المحكمة طبعا القرار ده كانت صدمة لهم بشكل كبير برضو عايزين نوضح للناس أن القرار ده فصل عشان الناس اللي بتتكلم بتقول أن المحكمة ما أصدرتش قرار بوقف يعني قرار بوقف إطلاق النار المحكمة ليس من اختصاصها مثل هذه القرارات المحكمة اليوم تتعامل مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 فالنهارده في المادة التسعة بتقول في حالة وجود أي خلاف أو تفسير بشأن أن تنفيذ هذه الاتفاقية يتم اللجوء لمحكمة العدل الدولية في مثل هذه الأمور فالنهارده المحكمة بتبحث في اتفاقية معينة فالنهارده المحكمة بالعكس القرار الذي اتخذته في الإجراء العاجل هو يعني قرار قانوني جدا الحيثيات لم تعتمد على مثلا الأدلة الفلسطينية ولكنها اعتمدت على الأدلة المقدمة من تقارير أممية لجان حقوق إنسان يعني كلها حاجات حيادية ما نقدرش نقول إن هي مثلا فلسطين ففي مثلا أي مثلا محابية لا ده كل التقارير التي تم الاعتماد عليها والمحكمة أسست عليها قرارها كانت تقارير حيادية جدا طيب أنا عايز هرجع بعد شوية لمسألة المحكمة وقاليات التنفيذ بس بعد مارجع لسالة سفير حمدي صالح أنا مش هسأل هل أمريكا هتستخدم حق الفيتو ولا مش هتستخدمه لكن إمتى أمريكا هتبقى مستعدة لعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن وبالتالي نقدر نوصل الوقف لإطلاق النيران في فلسطين شو سيأتك دلوقتي أولا نقطة اللي أعيز أسرها مبدئيا هي إن ده قرار للمحكمة وليس حكم المحكمة ومن وجهة نظر الأمريكية المجلس الأمن ملزم بتنفيذ أحكام المحكمة وليس قرارتها ده قرار هذا قرار له قدرة تنفيذية ولكن محدودة ليس المجلس الأمن لا يمكنه أن ينفذها يعني يتخذ هذا القرار كحجة للتنفيذ يجب أن يكون حكم لم تصدر المحكمة حكم لأنها في وضع صعب يعني أولا إسرائيل هي عضوة في المحكمة عضوة في الاتفاقية اتفاقية المحكمة ولكن حماس ليست عضوة في الاتفاقية المحكمة وبالتالي ما كانش عندها القدرة أنها تقول بيخضعوا لقرار لإختصاصها وبالتالي تصدر حكم في هذا وبالتالي هناك مشكلة يعني إجرائية في هذا عندما تصل الأمور إلى مجلس العمل دي أول نقطة لكن النقطة الثانية التي أشرت إليها ما هو الأثار التراكمية لهذا القرار ده أثار تراكمية واضحة جدا الولايات المتحدة الوقت هناك تسريبات في النيويورك تايمز وفي الواشنون بوز وما إليه أنها تتقدم بمشروع للتسويع لإيقاف الحرب لإيجاد مخرج لإسرائيل من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها وأيضا للتحرك تدريجيا نحو التهديئة والتبادل الأسرة ثم التحول إلى مصار سياسي لإيجاد مصار للوصول إلى دولتين كون الإدارة بايدن بتتقدم بهذه الاقتراحات في هذه الفترة سمتطلب من رئيس المخابرات الأمريكية جون بيرنز أنه يذهب إلى باريس ويقابل رؤساء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية والمصرية والقطرية وحضور نائب رئيس الوزراء القطر يوم إليه هذا اهتمام بالغ من إدارة بايدن أنها تحرك الأمور وبتحركها بعد هذه الحركة بعد هذا التطور أن المحكمة تخصص هذا القرار فدي أول نقطة ولكن النقطة الثانية أنت دلوقتي في موقف قوي كعرب وكفلسطين أنت عندك الرأي العام معاك إلى حد كبير عندك المحكمة المحكمة العدد الدولية وهي أحد فروع الأمم المتحدة وهو فرع مهم بتأخذ هذا القرار وهذا القرار عندما يصدر بإجماع القضاء بما فيهم الرئيسة المحكمة وهي أمريكية وبالتالي لا تمثل رأي أمريكا في هذا لا تمثل رأيها الشخصية وتتحدث عندما تقدم الحكم بهذه الموضوعية وبهذه الدقة ده في حد ذاته مؤثر جدا على الرأي العام ومؤثر جدا الولايات المتحدة ولذلك أتوقع أن يكون هناك تحرك عربي أولا للاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة ولتقدمها إلى الأمم المتحدة لتكون عضوة في الأمم المتحدة والتحرك في هذا المصار بناء على أن هناك فعلا اعتراف بأن المحكمة العدد الدولية بأن الشعب فلسطيني قد أوزي وقد وضع في موضع بالغ السوء بهذه الحرب وأوزي فيها المدنيين ومائلين وبالتالي الذي يتحدث عنه سيحدث مش نتيجة أن القرار من ناحية القانونية سينفذ ما أعتقدش أنه سينفذ الأمريكان والغربيين عموما هيتدوروا على صيغة أخرى يعني تسمح بالطرفين أم يعني كل واحد يحق بعض ما يريد نقطة مهمة جدا حتى قلتها دلوقتي يمكن هنقش بعد الفصل وهي مسألة أنه الدول العربية تتبنى مشروع للدفع بفلسطين اللي تصبح دولة كاملة تعودوية للأمم المتحدة وبالتالي بنبقى بنقطع خطوة جديدة في سبيل وجود الدولة للتفاوض على حل دولتين خليني هنا أستأذن أروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام أهلا بيكم مرة كمان وكل الترحيب بضيوفنا الأعزاء سعد سفير حمدي صالح مساعد وزير خارجية مصر الأسبق ودكتور محمد مهران الباحث والمتخصص في القانون الدولي ويمكن هارجع هنا لدكتور محمد مهران عشانتين المهم جدا نأكد نأكد على إلزامية قرار محكمة العدل الدولية لأنه وفقا للمادة 41 من النظام الأساسي هذه المادة تعطي الصلاحية للمحكمة أن تصدر أي تدابير وقائية أو قرارات عجلة لتحمل الأطراف بشكل عام فهذا القرار تمهيدي لحين صدور الحكم ولكن عايزين نقول أن هذا القرار وضح لنا مصاري المحكمة النهاردة المحكمة بنسبة كبيرة عندها شبه بشكل كبير بارتكاب جرائم إبادة جمعية لأن وفقا للمادة التانية من التفاقية الإبادة الجمعية من البشر أو جماعة دينية أو جماعة عرقية أو اتخاذ أي تصرفات بشكل يعني يؤدي إلى وضعهم في ظروف معايشية معاينة طبعا نحن شايفين التهجير القصري هدم ممتلكاتهم القتل العشوائي كل اللي بيحصل يعني ده بيمثل عدة جرائم في القلون الدولي فالمحكمة النهاردة بناء على ما تقدم إليها من أدلة من جنوب أفريقيا رأت أن في شبهة كبيرة فلذلك أصدرت هذا القرار الوقتي لحين الفصل في القضية القضية طبعا هتستغرق وقت طويل هتستغرق وقت طبعا وفي نقطة مهمة عايزين نأكد عليها مصر أكدت أنها تتقدم بدفاع يعني في هذه القضية لأن هناك أكاذيب طبعا تم ادعاها في المحكمة قول مرسل طبعا الادعاء الإسرائيلي ادعا أن مصر هي طبعا كلام يعني لا يمكن أن يقبله عقل أن مصر هي اللي بتحاصر فلسطين طبعا كلام عاري من الصحة بالعكس مصر يعني موقفها سابق جدا من القضية الفلسطينية والرئيس أكد أكتر من مرة وحذر من اللي بيحصل يعني وأكد أكتر من مرة بضرورة اتخال المساعدات مصر ساعدت على صدور أكثر من قرار يعني ساعدت فيه أكثر من مشروع قرار في مجلس الأمن لإتخال المساعدات وزيادتها فتيجي النهاردة تقول لي أن مصر هي اللي بتحاصر إزاي أنت أصلا المسؤول كقوة احتلال أن تحمي الشعب الفلسطيني أنك يعني تمرر له المساعدات فالنهاردة كل ده مهم جدا أن ممكن دول تانية تنضم طبعا شوفنا ألمانيا هنا هنا إيجي عندي بس سؤال وهو مسألة متعلقة بأن الفارق ما بين صفة الإلزام ونفاذ أو تنفيذ القرار عامل كده زي بزرط المجين طلع قانون في مجلس النواب أنا لازم أنتظر كمواطن اللائحة التنفيذية علشان أضمن أن هذا القانون أصبح فاعلا طيب نفاذ القرار أو إنفاذ القرار وعدالة ناجزة ده وارد في القانون الدولي هو طبعا بالفعل يعني القانون الدولي العلاقات الدولية مختلفة شوية المفترض أن الدول بتنفذ يعني التزاماتها بحسن النية المفترض أن إسرائيل على الفور تنفذ هذا القرار ولذلك المحكمة وضعت طبعا يعني طلبت منها من ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها من أجل يعني ضمان عدم وارتكاب الجيش الجرائم إبادة جمعية وإدخال المساعدات يعني حالك لما تيجي تبص بمفهوم المخالفة لهذه القرارات هي معناها وقف الحرب لأن طبعا إسرائيل بترتكب جرائم بشعة القتل بشكل عشوائي كل اللي هي ما ترتكبه النهاردة القرار ده بيلجمها بيحاول يحطها عند وضع الطلع عند حده حتى لو إسرائيل عندنا نقطة تانية إحنا فيه النهاردة شفنا في الحرب الروسية الأوكرانية يعني إحنا بنتعلم من المواقف دي النهاردة الدول الغرب فرضوا عقوبات غير واردة في القانون الدولي يعني النهاردة إحنا بقى بنطالب الدول إبدأ بقى إفرض عقوبات النهاردة هي ما لتزمتش إسرائيل بالقانون الدولي إبدأ بقى إفرض عليها عقوبات سياسية عقوبات اقتصادية إبدأ لوح بقاطع العلاقات يعني ما يبقىش فيه تعامل اقتصادي لازم احنا نتصرف يعني عايزين ناخد قرارات طبعا بالاضافة الى لازم نوصل لحل الدول العربية تستغل هذا القرار زي ما تكلمنا لوصول حل الدولتين الاعتراف الكامل بفلسطين وتنفيذ القرار 242 يعني يكون حدود فلسطين على حدود 67 القرار ده كان مهم جدا وطبعا دي قرارات شرعية دهولين بلاش 242 لانه منزوع منه الالف واللم فده يدخلنا في حس بيس لان هو خلاها لاند بدل دا لاند يعني او لاند بدل دا لاند فده 242 ده كان اكبر فخ اظن وقعنا فيه يمكن سعد سفير يصححني في زي عايشنا طول عمرانا نتكلم فيها عشوه مش كده اه وبعدين كان فينا تكلم لك عايزين ننفذ 242 يا جماعة 242 ده مش في صالحنا خالص يعني حتى لو ينفذوا منه جزء لا كفاية اجزاء كفاية ده قرار التأسيم برضو مطوحونا فيه لكن هنا هرجع على سعد سفير في موقف ملتبس وارجو صحح لي بعض الامور لو انا مخطئ فيها سعد سفير الموقف مأزوم لدى الطرفين سواء اذا كان الطرف العربي لو انا حسب في العرب كلهم في جهة والطرف الصهومي من جهة اخرى بنيمين نتانياهو مش عاوز يقف الحرب غير لما يعود الى داخله بنصر ما هذا النصر بقى يبقى يقول انا قتلت قيادات حماس انا عرفت اخرج الاسرة بعملية كوماندوس وانا شاطر وعفريت فاقدر ان انا اقف قدام الرأي العام واقدر ابعد عن كم الدعاوة المهولة اللي وقف ضدي ودعاوة حزب العمل بسحب الثقة منه وما الى ذلك من ناحية تانية العرب هم كمان واقعين في ازمة كبرى متعلقة بانه صناعة القرار موجودة عمليا ما بين واشنطن ولندن لو انا غلطان برضو اقول لي فاندم ولا لندن ولا واشنطن عايزين يوقفوا الحرب نظلا لضغوط كتير يعني واشنطن عندها ضغوط الايباك ولندن هي صناعة الضغوط في بعض الاحوال هنوصل لفين شوف حرك اولا من عايز تتكلم على النقطة الاولى اللي اصارها الزميل عن الزامية القرار القانون الدولي ليس فيه الزامية بدرجة كافية وانما هي قرارات مجلس الامن التي عندما يأخذ القرار في مجلس الامن ممكن ان يتطبق عليه الباب السابع وبالتالي يقرر مجلس الامن ان يأخذ قرارات عسكرية لتنفيذ قراراته ولكن قرار المحكمة له اثر معنوي واثر سياسي كبير جدا وخصوصا في هذه الحالة بالذات عندما قررت المحكمة بنود معينة يجب على اسرائيل ان تنفذها وان تعود في ظرف الشهر لتقدم تقريرا عن امكانية تنفذها ده تأثير كبير جدا على الجانب الاسرائيلي وعلى الجانب الامريكي ما زال الجانب الامريكي يتحدث انه ليس هناك جينوسايد ليس هناك عبادة وما زالت الاسرائيل بتنفي هذا الغرب ما زال إلى حد كبير ميال الحكومات الأقل ميال إلى الجانب الاسرائيلي ولكن هذا القرار نقطة تحول مهم لأنه بيقدم من سقف العالم من محكمة العليا التي تمثل الرأي الشرعية الدولية بتقدم نقطة هامة بتقول أن هناك فعلا إبادة وأن هناك خرق للقانون الدولي وخرق للإتفاقية 1948 لمنع الإبادة العراقية وبالتالي بيقدم نقطة تحول كبيرة جدا في الموقف العربي والموقف الفلسطيني المشكلة بقى هي أنك أنت عندك زي ما أسارت سيارتك عندك حاجة زي البازل كده حاجة غير قابلة للفهم في داخل إسرائيل الصراعات داخل إسرائيل صراعات غريبة والحكومة اليمينية المتطرفة مش قادرة تحدد موقف بتعمل إيه بالضبط يعني لحد الوقت لقد رحبوا بالقرار لأنهم كانوا متخوفين أن يكون هناك قرار أشد من هذا ولكن رحبوا به وجنوب إفريقيا رحبت به ونعنوا نرحب به ولكن حكومة مصر طبعا أزارت بيان بتقول كنا نأمل أن يكون هناك وقف الإطلاق النار ولكن في الموقف المتأزم حاليا ليس هناك مفر من أنهم يرجعوا إلى الولايات المتحدة الولايات المتحدة في إسرائيل يعني الولايات المتحدة هي التي ستقدم صيغة ما لما يسمى فيس سيفينج أو أنك أنت تقدم لإسرائيل مخرج من هذه الورطة وهذا المشروع الذي يقدم به إدارة بايدن والتي يحمل معه جون بيرز اللي هو رئيس المقابلات العامة في مقابلته في باريس ومائلي مشروع محدد أنك أنت بتقدم يعني هدنة لمدة شهرين ويفراج عن بعض الأسرة والمحتجزين ومحاولة التهدئة وتقدم لإسرائيل بعض المميزات وتقدم لحماس بعض المميزات بحيث أنك أنت تخرج من هذه الورطة إلى نقطة معين تستطيع التنبيع عليك ولكن إلى حد ما أنت محتاج إلى موقف عربي مهم في هذه المرحلة تستفيد من هذا القرار تستفيد من هذه الدفع السياسية من أنك أنت تتقدم الآن بطلب لمعظم الدول الغربية والأم المتحدة بالاعتراف للاعتراف بدولة فلسطين كدولة حقيقية يسموها بـ viable state الدولة لها وجود حقيقية مش مجرد authority يعني سلطة وهذا ممكن في هذه الظروف لأن هناك تأييد شامل في الجمعية العامة للموقف الفلسطيني سموه هناك تأييد أفريقي وتأييد غربي نسبي وبالتالي يمكن أن يجب أن نتحرك في هذا المجال النقطة اللي أعيز أسرها إلى جانب هذا أنت بتتكلم عن قضية بقالها 70 سنة أو أكثر وهناك يعني حاجات تعقيدات متعددة فيها يجب أن يكون هناك رؤية عربية ورؤية فلسطينية لما هو الحل يعني حد الوقت نقف عند النقطة ماذا سيكون مستقبل غزة بعد الحرب يعني ما هي الرؤية العربية في هذا ليس هناك وضوح في رأي هذا ماذا يريد العرب من هذا ما زال الأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين يتحدثون عن خيارات متعددة سيطرة السلطة الفلسطينية إخراج قادة حماس وما إليه هذه الأمور السيناريو هذه سيناريوهاد صعبة جدا يجب أن يكون هناك دراسة جادة من الجانب العربي سواء من المنظومة العربية الجامعة العربية وما إليه أو من الدول العربية الفاعلة في ماذا يمكن أن نفعلهم؟ أنا عايز نكمل بسهول أسف وقتي خلص للأمور وقت البرنامج مش وقت هذا أنا ملك إديكو يعني بالعكس أنا بقى مستمتع جدا بهذا النوع من المناقشات لكن خليني أشكر حضراتكم جدا على وجودكم معنا فاندم ساد سفير حمدي صالح نورتنا وشرفتنا دكتور محمد مهران نورتني وشرفتني وأتمنى أنها ما تكونش آخر لقاءات يعني ده بيت معالي السفيد يعني موجود معنا دايما نعتبره هو صاحب هذا البرنامج مش أنا على الإطلاق وأتمنى أنك تكون موجود معنا دايما كل شكر جدا لحضراتكم السؤال اللي ممكن يكون بيطرح نفسه هو الجامعة العربية اللي المفترض جدلا أنه قرارتها بالإجماع مش بالأغلبية هي مستعدة أنها تقدم مشروع بقرار بالإجماع علشان الدولة الفلسطينية تبقى دولة كاملة العضوية دولة حقيقية في الأمم المتحدة الإجماع متأكدين أتمنى خلطة الحلقة لحد كده وكريم رمزي حالا يكون موجود معاكم وبرنامجه رقم عشرة أمن لو كان لينا عمر فهنقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسع